طيب مقدم محمد في كل عام يعني نشهد بعض التقلبات الجوية في المشاعر المقدسة حدثني عن احترازاتكم في مجالكم في مجال الدفاع المدني الأمن والسلامة لمثل هذه الظروف والتغيرات المناخية بالتأكيد الدفاع المدني والهيئة العامة للصالح مالية البيئة في تنسيق مستور طوارع العام خاصة في موسم الحج وهم أيضا ضمن الخطة العامة للطوارع وضمن مركز عمليات تنسيق الطوارع التابع للدفاع المدني حيث يتكون هناك معلومات وتريد باستمرار مهيئة إلى الدفاع المدني مستمرة حول الحالة الجوية تحليل البيانات والتنبؤات حول الظواهر قبل حدوثها بوقت كافي مما يتم ميدانيا الاستعداد ومواجهتها وإعداد الخطط الخاصة للتعامل معها طيب بما أنك تحدثت عن التنسيق مع الأرصاد الجوية خلينا نتحدث ونعطي فكرة لمشاهدين الكرام عن التنسيق مع بقية الأجهزة العاملة في الحج سواء التابعة لوزارة الداخلية أو حتى الجهات الحكومية الأخرى مركز عمليات تنسيق الطوارع للدفاع المدني بالحج ومركز يضم عدد من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ خطة عامة للطوارع جميعها تهيئ وتسخر كافة إمكانات الدولة لتنفيذ مهامهم وأدوارهم وفق ما ورد في الخطة يعمل الدفاع المدني على تولي إدارة هذا المركز في حال حدوث أي طارق أو حدث لا قدر الله في موسم الحج ومن ثم التعامل معها وفق مهام الجهات الحكومية وتهيئة ما لديهم من موارد لإدارة الحدث في حال حدوث لا قدر الله المقدم محمد الحمادي المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني أنا شاكر ومقدر لك مقدم محمد وأنا أتمنى إن شاء الله لكم التوفيق والسلامة لحجاج بيت الله الحرام شكرا جزيلا لك